موسيقى دايما نتخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والعمل اللي حنتكلم عنه النهاردة هو الفيلم المصري العارف العارف بيتعرض في الموسم اللي تم اختراعه مؤخرا اللي هو الكم اسبوع قبل العيد الكبير دول واحداثه بتدور في اطار من الاكشن والجاسوسية وعالم اختراق المعلومات او الهاكين وبنبدأ مع يونس خبير اختراق المعلومات اللي بيتم تجنيده من جهات امنية مصرية عشان يساهم في مكافحة الارهاب المدعوم بالقدرة على اختراق المعلومات الكترونيا وفي واحدة من مهماته بيواجه راضي الهاكر والارهابي العالمي والمواجهة دي بتسيب اثر كبير على يونس سواء في حياته المهنية او في حياته الشخصية وبعد سنين بيتم استدعاء يونس من التقاعد علشان يتتبع راضي مرة اخرى في مطاردة طويلة وعنيفة وصعبة هتاخد الثنائي في رحلة عبر الكرة الارضية فيا ترى ايه اللي حيحصل الانطباع الاول اللي جالي اثناء مشاهدة فيلم العارف هو قد ايه الفيلم ده كبير كبير في نطاق احداثه وفي فصولها كذلك كبير على مستوى ميزانية الانتاج بكل تأكيد وكبير على مستوى تأثيره في صناعة السينما المصرية كذلك ده اول فيلم في حدود ذاكرتي بيتعامل مع موضوع اختراق المعلومات الكترونيا بشكل جاد وده لان الهرم الرابع ما يحسبش اوي في تأديري الشخصي المرة دي بيتم التعامل مع كل جوانب الموضوع من اول نماذج التطبيق الصغيرة وازاي بتتطور لنماذج تطبيق كبيرة وخطيرة وايه اثرها في الصورة الكبيرة وايه اثرها في الحدوتة بتاعتنا كذلك نطاق الاكشن بتاعنا برضو واسع ومتنوع ومش سهل بيمر باشكال كتيرة وبيخوط تحديات صعبة وبيحاول يخلق لنفسه شخصية مختلفة تفرقوا عن باقي افلام الاكشن الكويسة اللي اتعملت في مصر مؤخرا الانطباع التاني اللي جالي اثناء المشاهدة هو ان الفيلم ده بيحاول يبدأ حاجة اكبر منه شوية دي محاولة اطلاق سلسلة لبطل مصري جيمس بوند او ايثان هونت بتاعنا شخصية بطولية وسيمة قوية عنده حدوتة ممكن تتحكي في حلقات كتير متخصص في مجال معين غني ومتجدد منتمي بشكل او باخر لجهة رسمية عشان البعد القومي او الوطني بتاع اكشن ومطردات ومتفوق بشكل واضح في كل انواع القتال وجذاب للستات ودمه خفيف وبيدحك اللي هو شخصية عادية جدا من واقع الحرة المصرية انا ما عنديش معلومة بس اتصور ان فيلم العارف حيكون بداية لحواديد كتير بطلها هو شخصية يونس سواء اللي بيقدمها هو احمد عز او حد تاني في المستقبل وده اتجاه ذكي وانا بشجعه وبدعمه جدا الانطباع التالت اللي جالي اثناء المشاهدة هو التأثر الواضح ببعض الاعمال الغربية سواء على مستوى الصورة الكبيرة او الفصول المتوسطة او حتى المشاهد الدقيقة القالب العام بتاعنا هو نفس القالب بتاع افلام جيمس بوند وافلام مشن امبوسبل طريق التعريف البطل وطريق التعريف الشرير الشخصيات المتواجدة على الجانب الامني والشخصيات المتواجدة على الجانب الاخر الصفر الكتير واطفاء البعد الدولي على الاحداث وطريقة التفاعل مع قضايا تهم الرأي العام في الوقت الحالي بس على مستوى التفاصيل الدقيقة بقى الموضوع ما كانش دايما مريح يعني لما تشوف مشهد قريب قوي من مشهد شفته فيلم تاني المقارنة بتفرد نفسها والكفة اللي بترجح بتكون دايما بتاعت النسخة الاصلية فيه تأثر واضح بفيلم سكاي فول في كذا حاجة منها مشهد تهديد ووعيد ممكن يكون متطابق منها مشهد المعركة الاخيرة اللي برضو كان متأثر بصريا بشكل واضح وده بعيدا عن ان المشهد كان فيه فجوة منطق في القتال صعب شوية معديها عندنا تأثر بفيلم Mission Impossible Rogue Nation وبالتحديد في شخصية مايا اللي تفاصيلها بتتشابه الى حد كبير جدا مع شخصية إسلا فاوست معادة في حتة معينة كده بنرجع تاني نرمي على سكاي فول وعندنا تأثر في مشهد واحد بس بفيلم Atomic Blonde وهو مشهد معركة واشتباك على سلم اي حد شاف الفيلم حيحسوا انه مش شبه باقي مشاهد الأكشن بتاعته لانه متصور بحيث يدي للمشاهد قال انطباع انه هو لقطة واحدة وهو مش لقطة واحدة ولا حاجة ولكن الأطعاط بتاعته كانت ذكية وهو ده عموما نوع التأثر اللي انا بحبه التأثر اللي بيصعب الدنيا مش بيسهلها تتعلم منه حاجة وتطور عليه وفي المستقبل تعمل احسن منه وده يقضنا للانطباع الرابع اللي جالي أثناء مشاهدة الفيلم وهو نتيجة التركيبة دي كلها تركيبة نكحة ومتمسكة بشكل مفاجئ مش مفاجئ ان الفيلم طلع حلو المفاجئ اننا نعمل حاجة بالحجم ده وتطلع متمسكة من المشاهد بانه يتعاطف مع الجوانب اللي احنا عاوزين ويتعاطف معها ويتغاض من الجوانب اللي احنا عاوزين ويتغاض منها احداثنا ورغم انها مشدودة على قالب مألوف ولكنها في الحقيقة غير متوقعة في مفاجآت كتير وصلتني في نقطة معينة اني ابطل اتوقع في تواجد طبعا للاجندة السياسية ولكنها غير طاغية مش زي اعمال تانية كتير العنصر ده بالتحديد خلاني ما اقدرش اكملها فيه اهتمام واضح بالتفاصيل في كل جوانب الفيلم جانب الاكشن والمطاردات والتنوع اللي فيهم جانب الالعاب والخدع الجسوسية وجانب الاختراق الالكتروني للمعلومات وعالم الهاكينج باننا نحاول نشرح للمشاهد ايه اللي بيحصل ونوضح الهجمات بتيجي ازاي وايه هي طرق التصدي ليها درجة التعمق في عالم الهاكينج في الفيلم ده مقبولة جدا لا بسطت الدنيا اكتر من اللازم ولا عقدتها اكتر من اللازم اه طبعا لو انت فاهم جوه العالم ده قوي ممكن تحس ببعض الفجوات وممكن تلاحظ بعض الدقات اللي ممكن تخليك تهز في دماغك شوية زي النطق الصحيح لبعض المصطلحات وبعض الشخصيات بس برضو درجة البحث والتعمق في الفيلم ده افضل من حاجات تانية كتير واعتقد ان الفضلف ده يرجع لكاتب السيناريو محمد سيد بشير لان مش كتير بالامانة يا جماعة في الاعمال المصرية لما بحس ان كاتب السيناريو عمل اي نوع من انواع البحث اصلا فما بالكم بقى لما البحث ده يكون حقيقي كويس كل شخصيات الفيلم اتجسدت بشكل كويس جدا بدون اي مشاكل تقريبا وفي نفس الوقت بدون اي ايجادات استثنائية يمكن العين كانت بشكل كبير على احمد فاهمي اللي بيقدم شخصية جادة وفي نفس الوقت شريرة واعتقد ان ده كان العنصر الاكثر انعاشا في الفيلم على مستوى الشخصيات والتكسيد لانه حقيقي كان كويس جدا والمشكلة الوحيدة اللي قابلتني معاه هي لما السيناريو الفيلم فرض عليه مقارنة مع هافير بردام يحسب لناس كتيرة من فريق الفيلم التطور الواضح في مشاهد الاكشن لسه برضو ما وصلناش لمرحلة المخاطرات والمجهود والايجادة اللي تسمح للمخرج بخلق بعض الاستمرارية في بعض مشاهد الاكشن وعشان كده مشاهد الاكشن مليانة اطعاط باستثناء المشهد الوحيد اللي تكلمنا عليه ورغم ان مواقف الاكشن متنوعة ومتجددة ولكن سيناريوهات القتال نفسها محفوظة الى حد ما بشكل عام فيه تطور ملحوظ في الاداء الحركي للممثلين وبالاخص احمد عز وفيه درجة اتقان مرتفعة في تصميم المشاهد وتنفيذها ودعم ادوات الخدع والمؤثرات البصرية يكاد يكون متكامل يعني فيه مشاهد كتير من المؤكد ان المؤثرات البصرية لعبت فيها دور ومع ذلك مقدرش اقول اني شفتها او حسيت بوجودها جوانب تصميم الانتاج بالكامل من اروع ما يمكن اماكن التصوير الخارجية وبالتحديد في الدول اللي سفرنا لها كمية التفاصيل الموجودة في اماكن التصوير الدخلي شيء هايل الحقيقة وبيدعم الانطباع العام بان الفيلم ده كبير موسيقى هشام نزيه هي موسيقى هشام نزيه يعني حاجة برضو كالعادة تتسمع بشكل منفرد وتنال اعجاب اي حد مناسبة جدا للاحداث في كل تنويعاتها بما فيها اللمسة العظيمة بتاعت اضافة بعد ثقافي لكل دولة بنروح لها ودعمها الكامل لكل الانفعالات بتاعت المشاهد في كل موقف يمكن بس في بعض الاحيان كانت عالية اكتر من اللازم لدرجة ان في بداية الفيلم عانيت شوي عشان اسمع الشخصيات بتقول ايه وطبعا قيادة كل الادوات دي بدرجة النجاح دي شهادت تأدير تلقائية لمخرج الفيلم احمد علاء الديب ويضاف ليهم ادارته النجحة لايقاع الفيلم بدون اي لحظات ملل او اي لحظات لهوجة يمكن بس كان عندنا بعض لحظات الكوميديا اللي ما كانتش في مكانها قوي كمان مرة تركيبة فيلم العارف نجحت ولكن لا يمكن الاعتماد عليها على طول كتير كنا بنسأل اسئلة منطق ولكن سبناها تعدي لان الفيلم كان بيكافئنا كتير كنا بنسأل اسئلة اوجد الفارق ولكن سبناها تعدي لان الفيلم كان بيكافئنا وكمان مرة انا معرفش ان هي في المستقبل عاملة ازاي ولكن عشان يبقى فيه مستقبل لازم يكون فيه اجتهاد اكبر من كده في الافكار وساعتها نقدر نتكلم عن تحول حقيقي في السينما المصرية تقييمي لفيلم العارف هو 8 من 10 كفيلم اكشن مصري جاد هو الافضل من فترة طويلة قوي مناقشة الحلقة لو دي حقيقي بداية سلسلة ترشحوا مين يلعب دور الشرير في الفيلم القادم ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا وشاروا ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام وبي باي